موسيقى السلام عليكم ربنا يقطع علينا العادة دي يا شيخ مش جديدة على الشعب المصري دايما بنموت في الخناء نسيب المهم في الحاضر بتاعنا ونضيع طائطنا كلها في الخناء على الماضي والحل دايما بيكون سهل وبسيط قدامنا بس ازاي احنا لازم ندوش الدوشة بدوشة اكبر منها علشان نغلوش بقصد او بدون قصد عن كل حاجة حلوة وكل انجاز بيحصل الشعب اللي لسه في كل سنة لما تيجي ذكرى 23 وعشرين يوليو يبدأ الخناء المعتادة يوليو دي ثورة ولا حركة مباركة ولا انقلاب لما زهم الخناء القديمة دي حاب يعمل واحدة جديدة 25 يناير ثورة ولا واكسة ولا ناكسة ولا عيد للشرطة وبكده أبع عندنا ثلاث خناءات 25 ناير في أول السنة 23 يوليو في مصف السنة اكتوبر في آخر السنة ثلاث خناءات نقطع فيه ملاحم بعض يشغلون عن كل انجاز وكل شغل وكل تحدي وكل حاجة حلوة في البلد وعدوك قاعد يتفرج ويشعلل في الخناءة بهاشتاجات ويقولك شكرا متعبة جدا الخناءة بتاعت كل سنة دي يا جماعة متعبة للنفس ومجهدة ومستنزفة للوطن ذاته لا ده عيد الثورة لا ده عيد الشرطة صدقوني الأمور أبسط من كده مرة الإمام الشافع الله يرحمه اختلف مع أحد تلاميزته وكان بيحبه جدا فرح صالحه وقال له كلمة حكمة قال له أتجمعنا مئات المسائل وتفرقنا مسألة ده يا جماعة عيد المخلصين عيد المخلصين من رجال الشرطة اللي بيقدموا وقدموا ولسه يقدموا أرواحهم عشان خاطر البلد دي مش بس في اسماعيلية لا وكمان قدموا في 12 نائر وكل لحظة تخيل فيها أي خان وبلطقي إنه ممكن يستغل الانشغال الناس بحلم الثورة وخرج في البلد دي أيوة هو عيد المخلصين من الناس اللي خرجوا يوم 25 نائر عندهم حلم بمستقبل أفضل البلد بيهتفوا من قلوبهم إن التغيير يحصل عشان العدل ومستقبل ولادهم وما ينفعش تحاسب المخلصين دول إن كان في دولة شديدة الهشاشة وكيانات سياسية مهتزة وشوية نشاطاء ضيعين صدقوا من هم شباب الثورة بجد واحتكروها وتحدثوا باسمها وادحك عليهم سواء عن عمد أو غباء أو خيابة أو خيانة وسمحوا إن المظاهرات بتاعت الناس البسيطة المخلصة اللي كان كل حلمها الأفضل للبلد تتسرق وتتركب وتتحول لفوضة صدقني لو عاوزت حاسب حد على الفوضة دي حاسب نظام مبارك لإنه أوهمك إن الدولة كانت قوية بينما الأيام أثبتت إنها كان الدولة هشة ودينه هو بنعالج في ترقومات أكتر من 30 سنة من المسكنات بتاعت مبارك ودينه هو عمالين بنعمل طرق ومزارع ومصانع وبنعمر في سينة وبنطور في الكرة وبنشيل عشوائيات وبنعمل مودن جديدة بنكتشف إن إحنا كان مضحوك علينا بأشوائيات مسكنات ولعبة المنحة يا رايس وحدودة الدعم المسروق صدقني أنت مش هتبقى شاطر ولا ثوري ولا الوادر اللي مجبتوش ولا ده لما تقول لأ مش عيد الشرطة دعيد الثورة بس لأن في جهاز الشرطة المصرية مخلصين وأبطال وشهداء على مر العصور أنظف وأشرف وأكتر بكتير جدا وأكتر إخلاصاً البلد دي من اللي كانوا بيدعموا ألعاب الهاشتجاب بتاعتك على السوشيال ميديا والفوضة هي مش خناءة ومش لازم تكون خناءة ده عيد للمخلصين اللي ضحوا علشان البلد دي سواء كانوا لابسين بدل أميري أو لابسين مدني المهم يكونوا بيحبوا البلد صدقنا الوطنية والنضال اللي انت بتجر بيهم وفيهم مش هيبقوا مبسوطين وانت بتقول لا مش عيد الشرطة لأنك عاوز تلغي ذكرى أهم وأشرف وأشجع المعارك في تاريخ البلد دي لما أبطال البوليس المصري علموا الدنيا عن إيه شجاعة في الإسماعيلية هي أتفضل كده 25 ناير عيد للشرطة وذكرى لصورة 25 ناير عيد نحتفي بيب الشجعان وذكرى الأجداد المخلصين اللي ضحوا بنفسهم وذكرى بنتعلم فيها ومنها إزاي محدش يسرق حلم البلد دي تاني 25 ناير والسنين اللي بعدها كانت سنوات الحرق اتحرق فيها كل وهم سنوات صعبة بس حرقت كل أوهام حرقت حدوتة الحركات السياسية الغريبة اللي كانت بتموت قبل ما تحبي بسبب مشاكل أعضاءها اللي معرفوش يحكموا ونظموا نفسهم بس كانوا عاوزين يحكموا البلد كانت سنين صعبة صحيح بس حرقة شعار الإخوان فصيل وطن حرقة رموز من ورق كنا نظمهم أبطال حرقة وهم حاول يزرعوه في عقول ولادني اسموا التغيير بالعنف سنوات صعبة آه بس علمت المصريين ان التغيير اللي يحصل بالفوضى بيجيب فوضى ما يجيبش استقرار ولا مستقبل بص يا سيدي ثورة خمسة وعشينات قصة البلد دي من وهم كنا عايشين فيه وهم ان كل شيء تمام وتحت السيطرة بينما الحقيقة ان الشيخوها كانت بتنوت البلد بتخنؤها خمسة وعشينات بس عملت رفع الغطى واحد كنا عايشين على المسكنات كنا متخيلين ان في بنية تحتية وطرق وقهربة وزراعة تنفع تبني نهضة اقتصادية حقيقة بس كان وهم لان لما حصلت الثورة وشوية الارتباك اكتشفنا ان لا عندنا بنية تحتية ولا قهربة ولا غيره واهو الدولة دلوقتي شغالة بايدها واسنانها عشان تطار كل شيء وتعوض الزمن اللي فات اتنين بتلوب خمسة وعشينات عشان ظهور الاخوان لا يا حبيبي اشكل خمسة وعشينات لانها كشفت الاخوان وخرجتهم من جحرهم علشان دعرف نصطادهم في تلاتين يونيور الاخوان يا سيدي كبروا وسمنوا وسيطروا وانتشروا في عز دولة مبارك بعد الثورة اكتشفنا ان هم كانوا موجودين في كل حتة كل مؤسسة وكل جامع كل شارع وكل مدرسة ولا نسيت تلاتة بتلوب خمسة وعشينات عشان الثلاثين ظهروا بتطرفهم لا يا حبيبي لانت تشكرها وتشكر تلاتين يونيو لانها كشفت حقيقتهم وتطرفهم اربعة قبل خمسة وعشينات كان في وهم ان احنا عندنا احزاب ورموز معارضة وناس مخلصة بجد في المعارضة بعد خمسة وعشينات اكتشفنا انه لقى احزاب والارموز والانيلة شوية ارزائية وفهلوية ومدعي نضال ومفهومية اكتشفنا ان كان كلامهم عن الحرية والديمقراطية مجرد تجارة بدليل ان هم مارسوا اكبر عمليات قمع ضد كل مخالف ليهم بعد خمسة وعشينات وثلاثين يونيو خمسة لو هتقول لي كان في مؤامرات استغلت تحرك الناس في خمسة وعشينات انا اقول لك صح حقيقة حصل بس حتى اللي حصل ده علمنا كتير علمنا ان النظام اللي ما يقدرش يدافع عن بلده ومؤساته من مؤامرات لا يستحق البقاء ولا يستحق ابدا ان احن نبكي عليه بدليل ان دولة 30 يونيو اتعرضت ومزالب اتعرض لهجمات ومخططات ومؤامرات اكثر شراسة وخبص ومع ذلك بتبني وبتحارب في نفس الوقت ومستقرة وبتنتصر على كل المؤامرات دي وبتقدم لقدام ستة اوعى تلوم على الناس اللي طلعت عندها احلام عاوز تلوم على حد لوم على النخبة اللي سمحت ان احلام الناس دي تتخطف من اخوان او غيره لوم النخبة لانها المسؤولة عن تداعيات ما بعد فبراير 2011 اللي هو يوم التنحي اما اصحاب الاحلام الناس المخلصة هيعرفة مدركة كويس ان 25 نار هو عيد الشرطة وذكره للثورة لان نفس الناس دي هي اللي خرجت تكمل حلمها عشان بلد افضل في 30 يونيو خليك فاكر كويس السلام عليكم